تم إلينا من بغداد الكاتب والباحث في أشياء السياسي نجم القصاب سيد نجم أرحب بك معنا إلى هذه النشرة كيف تقيم ما تم اتخاذه بخصوص القصف الإيراني على قرى في إقليم كردستان العراق خلال جلسة البرلمان هذا اليوم هل هي كافية أم أن البرلمان بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة تحية طيبة لا بالتأكيد أولا كل الردود التي خرجت أو انطلقت من كل الطبقة السياسية طيلة السنوات الماضية بعد 2003 على ما يبدو أنها خجولة مما جعل التجاوز وتكرار اللربات والتجاوزات والاعتداءات تارة في إقليم كردستان وتارة في المناطق المحاذية لإيران وتركيا وهذا يجعل ضعف وهشاشة في أولا النظام السياسي وثانيا في الردود على المستوى الخطاب الإعلامي والسياسي مما يجعل هذه الهشاشة ضعفا كان ينبغي على كل الطبقة السياسية بل استثناء الشيعية والسنية والكردية أن يكون لها خطابا موحدا من أي دولة تقوم بالتجاوز على السيادة والميادة العراقية هنا أدانوا هذه الاعتداءات التركية منها والإيرانية تم التوجه إلى مجلس الأمن بخصوص الضربات التركية تسليم مذكرة شديدة اللهجة إلى السفير الإيراني ألا تعتبر هذه ردود دبلوماسية قوية ما المطلوب إضافة إلى ذلك يكون موقف العراق قويا لا لا أولا أنت متابعة سالزينة والزميلة قديمة وقديرة أولا منذ 2003 إلى الآن لربما مئات أو آلاف التجاوزات مرة عن طريق المدافع مرة عن طريق الدبابات مرة عن طريق القصف الجوي من الدولتين الجارتين الإيرانية والتركية وكلنا متفقين أكثر دولتين استفادت من تغيير الذي حصله بعد 2003 هما إيران والتركية خصوصا بتصدير كل البضايا التي تنتج داخل الدولتين الإيرانية والتركية الأمر الآخر هناك عندما يحدث قصف تركي تجد طبقة سياسية صامتة وتجد طبقة سياسية تنتقد وتصعد بالخطاب وتجد طبقة سياسية تؤيد وهذا القسام حقيقة جعل ضعفا في القرار السياسي كان ينبغي على كل النخبة السياسية المؤتلفة والمختلفة بالآراء والأفكار ينبغي أن يكون خطابا موحدا حتى المواطن الإيراني بس إذا تحدثنا على موقف الخارجية والإيرانية هي موقفها موحد سواء تجاه الهجمات التركية أو الإيرانية دائما هناك إدانة لهذه الهجمات أنا بالرأيي أضعف مواقف تصدر من وزارة الخارجية ليس هذه الوزارة فقط وإنما حتى الوزراء السابقين منذ تشكيل الحكومة الأولى بعد 2005 النقطة الأخرى ينبغي أن تكون الوزارة الخارجية تذهب إلى مجلس الأمن وتطالبه بعقد جلسة وإلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والدول الإسلامية حتى لا يتكرر هذا على المستوى الدبلوماسي أما على المستوى التجاري والاقتصادي أقوم بإيقاث كل الاستيرادات من إيران وتركيا اليوم موارد هاتين الدولتين استثمارهما أموالهما العقوبات التي صدرت بحقهما من الذي خلصهما هو العراق وشعب العراق اليوم البضايع في الأسواق العراقية أما تركيا وأما إيرانية بالله عليك عندما تصدر قرارات على المستوى الاقتصادي أعتقد كان لم يكن هناك تجاوزا على السيادة الأراقية خلال جلسة اليوم سيد نجم وبعيدا عن موضوع القصف الإيراني خلت من أي فقرة فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة التي مرت سنة على الانتخابات حتى الآن ولم يتم حسم القرار بتشكيلها حتى جلسة المجلس النواب المقررة يوم الاثنين فقراتها خالية من أي شيء يخص تشكيل الحكومة برأيك هذا يدول على استمرار الانسداد السياسي بين الفرقاء أم أن هناك حوارات تدور في الكواليس المخفية بين الكتل السياسية يعني أولا تعقيبا على ما يتم غلق الطرق والجسور والشوارع ويكون المتضرر الأول والأخير هو المواطن العراقي مع الأسف السياسي قبل أن يصل إلى السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية تجد هناك يرفع شعارات منها تقديم الخدمات والتواضع مع الشعب مع المواطن عندما يصل إلى السلطة يتحول إلى تبرير دائما يبرر السياسي أنا أستغرب السلطة التشريعية تمثل الشعب العراقي على أساس عندما يمثل الشعب العراقي ينبغي أن لا يتضرر بها المواطن ويكون ضررا وأضرارا للمواطن البسيط الذي يعيش على القوت اليومي عندما تغلق الجسور وتغلق الشوارع من هو الذي متضرر؟ هذا واحد إذن عدم الثقة بين السياسي وبين المواطن العراقي الأمر الآخر أنا أرى صعب جدا يتم الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما لم يكن تفاهما تواضعا يكون هناك حوارا جادا وجديدا وراشدا ورشيدا بعيدا عن العناد والعمل السياسي مثلما انغلقت العملية السياسية ولم تمرر الحكومة الأغلبية التي طرحها السيد الصدر مع السيادة مع الديمقراطي أنا أرى صعب جدا تمرر الحكومة التوافقية بهذه التحالفات بعيدا عن التيار الصدري إذن ينبغي التفاهم والتنازل والتسامق حتى يتم انتخاب أو تصويت على رئيس الحكومة ورئيس الحكومة تعلمين هو منصب للشيعة لا بد أن يؤيد أو يبارك من قبل أولا المرجعية وثانيا الحنانة ممتنى كثيرا لك على حضورك معنا من بغداد الكاتب والباحث في الشأن السياسي نجم القصاب شكرا جزيلا لك على الحضور